اكثر من 60 الف كتاب صورقة من بيوت الفلسطينيين اثناء نكبة 48 بالاضافة لمئات المخطوطات التاريخية الكتب في معظمها موجودة الان في المكتبة الوطنية الاسرائيلية كتاريخ للدولة العبرية وهي معلومات يواثقها فيلم للمخرج الاسرائيلي الهولندي بيني برونير فيلم استغرق انتاجه خمس سنوات ما بين البحث واجاد الاشخاص المناسبين لعقد اللقاءات المهمة حتى تصار قضية صارت خلال فترة النكبة وحاولت اسرائيل كتير انها تطمر هاي الحقائق وفيما يروي الوثائقي الذي حامل عنوان اكبر سرقة للكتب في التاريخ كيف دخل الجنود الاسرائيليون المنازل الفلسطينية لجمع اكبر عدد من الكتب القيمة فان نشطاء فلسطينيين يرون فيه ضحضا للدعاية الاسرائيلية بان الفلسطينيين هم شعب بلا ثقافة هو دائما بالدعي ان الشعب الفلسطيني هو شعب غير مثقف وانه شعب غير موجود اصلا وثقافته لا يمكن حديث عنها طب ليس سرقت ثقافتنا لماذا يعني اساس الثقافة تبعتكم هي ما تبقى من الثقافة الفلسطينية سرقة اسرائيل للكتب التاريخية منذ اليوم الاول لاحتلالها لهذه الارض يؤكد استهدافها لكل ما هو فلسطيني وعربي وهي مخططات يرى فيها الكثيرون سعيا اسرائيليا لتمسي الهوية الفلسطينية وشطب ثقافتها العربية للمؤسسة اللبنانية للارسال انترنشنال فارس المالكي من مدينة رامالة